يعد السير عبر حقول شسلات الأرز بسرعة ثابتة أمراً صعباً من الناحية البدنية وأثناء الرش من المرجح أن تلامس المحصول المرشوش فتحقق من مصق المبيد الحشري واتبع الإرشادات الخاصة بمعدات الوقاية الشخصية التي ينبغي عليك استخدامها بعناية ويعد رش حقول الأرز مرهقاً للغاية للمشغلين ولتقليل مسافة السير يسعى المشغلون لتغطية أوسع رقعة ممكنة بالرش وذلك من خلال أرجحة الفوهة في قوس واسع من أحد جوانب الجسم إلى الجانب الآخر ويساعد ذلك على إطلاق الرش لتغطية مساحة كبيرة غير أنه لا يوزع المبيد الحشرية بالتساوي وتتباين ترصبات الرش على الأوراق بشدة فلا يترصب المبيد الحشري في بعض مناطق شتلات الأرز بينما تترصب كميات كبيرة من المبيد الحشري في مناطق أخرى وتتزايد صعوبات الرش مع أنواع الأرز المستنبتة الحادثة والتي تنمو ليصل طولها إلى متر ونصف وبالتالي تكون أوراق المحصول كثيفة للغاية ويسعب اختراقها والتغلغل إليها ومن المهم اتباع النصائح المذكورة على مساق المبيد الحشري الخاصة بكميات الماء ومعدلات الضغط وأنواع الفوهة بعناية لتتمكن من إخراج وتطبيق قطرات كافية وفعالة في الظروف الصعبة وللوصول إلى تغطية أفضل للرشاش يتعين عليك تحديد عرض رقعة ثابت واتباعه أثناء السير في حقل الشتلات حدد الحقل بعصي مع وضع عصى لعرض كل رقعة على حدة قم برش عرض رقعة واحدة في كل مرة مع وضع الفوهات في الارتفاع الصحيح حسب المستخدم في المعايرة حافظ على ثبات الفوهات ولا تأرجح الذراع من جالب إلى آخر وأغلق الرشاش عند الانتهاء من رش الرقعة الحالية قبل الانتقال من رقعة إلى أخرى فهذا يوفر التغطية الصحيحة للرش تحقق من مستقل مبيد الحشري للحصول على نصيحة حول ممارسات الرش الآمن الجيد وشاهد الفيديو الخاص بنا بشأن تنظيف معدات الوقاية الشخصية وذلك للحصول على نصيحة حول تطهير معدات الوقاية الشخصية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر